اهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلونا يقرأ حاب ديوف وانجومنا الكبار النجمة كبير كابتن عادل طعيمة زي كابتن عادل كابتن اخبار حضراتك خير إن شاء الله كله تمام وهرد لك من هرد معلش هنتكلم طبعا كثيرا ولكن خلينا أيضا نرحب النجمة الكبير كابتن شريف عبد المنعم زي كابتن شريف زي كابتن شريف زي كابتن شرف ونور وهرد لك طبعا نهار الحمد لله على كل شيء عادل النهاردة المنتخب او شايف المباراة المعشرين دي ازاي قبل ما نتكلم عن الخروج يعني بسم الله الرحمن الرحيمي هو اللي حصل من ست شهور دي المحصلة بتاعته اه اللي كان بيعمله برادلي وكوبر واجيري النهاردة بيتكرر بمعنى ان احنا بنبدأ من ست شهور بمجموعة من اللاعبين في ناس أثبتت كفاءة عليها وفي ناس ما اتخذتش في المباراة النهائية وفي ناس دخلت في المباراةين اللي هما بيودونا كاس عالم ناس ما كانتش موجودة مع المنتخب لمدة ست شهور فناخد مثل عمر عمر جابر عمر كمال عمر كمال عمر كمال بقاله ست شهور موجود مع الفريق اللي بيلعب ماتش السنغال رايح جاي اللاعب القدير الممتاز لعيب على خلق وعلى اللاعب فنيا عالي جدا عمر جابر فطبعا حتة التخطيط لو انا مقتنع بعمر جابر وكلنا عارفين قيمته الفنية كان يبقى مفروض موجود معايا من بدري ست شهور رفعت انا زي ما حالك تفضلت في المقدمة انا باخد لعيب جاي من اجازة فانا عملية التخطيط والرؤية المستقبل اللي بيمسك منتخبات لازم يكبتني بعنده رؤية طويلة الاجر انا لما اروح بطولة العربية بكامل نجومي وبعدين انا عارف ان كل المنتخبات رايحة بالناشئين والشباب والفريق التاني والعب بكل طقتي وبعدين اخذ مركز رابع اروح ام افريقيا اول تلترمع مباريات عملية التغيير في اماكن اللعيبة عملية عدم استقرار على المراكز اللي هي ممكن تفدني النهاردة في ملش السنغال برضو في عناصر دخلت كانت مفروض تبدأ المباراة ما بدأتش زي زيزو مثلا عمر جابر بدأ بيه على الرغم انه هو بقاله فترة يعني كبير جدا كان مصاب بيلعب مع بيرمت كان مصاب ورجع لعب لعب ماتشا او حاجة لعب ماتشا او حاجة فقط اتخذ ماتشا لما اقصده انه مش عمر هو المشكلة ان انا كمدير فني وانا بحط نظام لدولة بحجم مصر لازم انا عارف تتخيل اكتن اسلام انه فيه المركز القلبية الدفاع متعرفش مين هيلعب مع مين يعني طبعا حجازي اصابة ما مناش داخل فيها لكن محمد ابن نعم ياسر ما كانش موجود الونش محسن محمد ابن نعم اصابة والونش انزارين اقصد يعني ما كانش فيه الاستبات وعند البديل البديل برضو ما كانش انا مش حطه في دماغي بدليل ان انا خدت رامي رجل راجل في اجازة دال غريب جدا ان انتكم اه بالزبط يعني رامي وعندك محمود علاء غريبة جدا يعني وانت محمود علاء انت واغد من بدري ما العبدوش ليه انت تاخدوا". و القادم معاك محمود علاء طولي الست شور زي ما حدك بتقول وكاس أمم وكاس عرب وعمد ياسين بس كان كاس عرب ومشي لكن محمود علاء كابتن يعني كابتن شريف محمود علاء موجود مع كارلوس كيروش الفترة اللي فاتت بالكامل ولعب يعني في كاس الأمم الأفريقية الأخيرة كان هو اللي بيبقى عاد احتياطي المبارسة بقى أمام السنغير كان هو اللي بيبقى عاد احتياطي جايب رامي ربيعة ألعب رامي ربيعة وقعد محمود علاء أنا ما فهمتش الفلسفة حتى سألت سؤال داً بالعب بس ما فهمتش الفلسفة مهلاً لكلامك كابتن وكلامك هو فيه تخبط في الاختيارات حط في كاس العرب لعيبة احنا هلنا اكتشف لعبة في نفس الملعب ايدا ثقة لعيبة تانية ايدا عمر كمان عبدالواحد شغل وخلاه يشتغل في حيط اليمين دي قلنا كويس انه هم عامل نافذة من الدوري بيخطف وجوه جديدة يقدر يستطيع انه هم يبقى على القلب بديل جاية او بديل رقم واحد نعم انما زي ما انت بتقول انه هو يعني النهاردة بيلعب مصفة محمد بعدين يروح مشاي مصفة محمد حاضر مرموش عشان مرموش لعب عشر دقيقة كويسين فماتش مصر فمصر نزلوا فعمل شوية حركة انما الزنوط اكتف يعني ما كانش مؤثر قوي هي الحكاية ان الراجل دا فوجة نظر انا لم ينمي عند اللعيبة كلهم وخاصة الستة اللي قدام رغبة التهديف واعتمد على لعب واحد بس هو العلامة بتاعتنا وهو المشوار بتاعنا وهو الهدف بتاعنا يعني مفيش تاكتيكس للراجل اللي هو زي تريزيجي اللي هو يعني ازاي انا انامي عندك الرغبة انت لازم تكسبني النهاردة مصطفى محمد لازم ابني شكل عرضيات ليه للراجل دا تمرينا ولعبا وشكلا وموضوعا ومكسرش اي العيب عندي يعني بزي ما انتم بتقولو يدي ناس فرص كتير او واجبوا سليم مش موجودين يجي واحد زي احمد رفعت يكون موجود معافكس العرب ويقدي ويقدي في الدور كويس ويقدي ماشي وبعدين يبقى مش موجود بص هقولك يا حاجة انا حاس ان فيه يد بتخش في تكوين وتشكيلات حتى بضربات الجزاء بنتفرج على شكل كده اهنا مش بتعودين عليها اه حاجة غريبة انا مش بتعود عليها كان لعيد فورة انا بيجي للوردر يا اسلام اه شوت متشوتش انت النهاردة هتلعب انجليفت خدت بالك ومعرفش ايه انا ما ما بيجيليش مداري بيقعد معاي يقول لي ايه رأيه كان ماجي صح يعني صح صح لا هو بيحط اللي شايفه يعني لان النهاردة منتخب السنغال مثلا كابتل زي ما حالك بتقول يعني منتخب السنغال النهاردة كان هو من لغبة الفرقة اليو سي سي كان من لغبة الفرقة كان من لعب اه اسماعيل اصار اسماعيل اصار ناشمال من لعب ساديو مانيه رصحاربة من لعب مقرأت هي لا هو السنغال بنت امتى ومسكة كرة امتى حرام عمر جابر بعد كلامك اسلام وكلامك كابتل يتحمل اقوى اثنين في الفرقة ده باتليفت حكاية واساديو مانيه رايح له كمان نكون هم عارفين هو لما راح له عدى لا هم عارفين احنا عندنا مش التقصير فين اولا ان القوة البدنية اقل اقل انما مش في الكرة اقل احنا هم بدنين قدينا عشر مرات هم يكسبوا هم احسن مننا هم يوصلوا انما احنا جات لنا فرص احنا حزنانين عشان انا انا جاعة ضربتين جزائي ده بتقولي احنا البيوت اتحضرت احنا كله اتحضر وكتر كلمتنا احنا كله اتحضر وكتر كلمتنا نفسه انا طبعا اه يعرف لك انا مش محدش اثر انا عندك تلت ساعة طبعا لكن انت ممكن تخلص فيها زيزو كورتين انا احنا قمنا دخلنا جواه الشاشة معا صح فاحنا مش مكتوبالنا انما زي ما الدنيا كلها بتتكلم موضوع المنتخبات موضوع المدربين وتغيير المدربين بمناسبة تغيير المدربين انا عايز اقول لعضلاتكم ان كالوس كيروش على الواتساب عاملين جروب مابينه ومابين اعضاء مجلس مابينه ومابين اعضاء مجلس الادارة هو دايما كان بيتكلم فيه خلاص النهاردة برضو كان بيتكلم فيه عن المباراة يعني بالناس كتب بتتكلم ان هو متحمس جدا للمباراة وكلام من هذا القبيل كالوس كيروش كتب دلوقتي على تويتر كتب بيشكر الجميع وبيشكر اتحاد كرة القدم وبيقول لهم ان الحلم انتهى وان انا بشكركم ان انتو ادتوني شرف تدريب منتخب مصر واجه شكر لجهاز المعاون واللعابين وده معنى هو عقد انتهى تلقائيا خلاص لكن برضو كابتن اسامة اعتقد ان ده له معنى الكلام اللي هو قاله لو التويتر جاهز الشباب حطه هم فاطمة هو كان مفروض عقده ينتهي بتصفير طالما لم يتأهل فلسه بقى هنشوف الاتحاد الكرة هي هو كتب او قال فيما معناه ان خلاص انا بشكركم واللي بحبكم ومش عارف الكلام اللطيف ده انت فاهم ممكن يكون بعد المطش لازم يقول كده احتمال انا مقدرش اأكد يعني مقدرش نأكد الخبر هو اللي كتب على صفحته لا انا فاهم انا مش اصد على الكروش انا اقصد ما هو ممكن يكون كده وهيبقى فيه كلام معاه ممكن جدا صح 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 عندك حال فهدي الله اعلم لكن فيما يخص المطش يعني يمكن في بعض الانتقادات في حاجات معينة اتكلمنا فيها قبل كده يعني مثلا محمد شريف معروف ان المهاجم سريع بقى في جيب جون قريب واضح ان هو كان بعده تملي واحد زي طريق حامد مهم في وسط الملعب المدافع فترة خد مهند لاشين لعبوا بعض اجزاء في الامم الافريقية وبعد نستبعد مهند لاشين وبعد نجاب دونجا لان دونجا نهاردة بيلعب دي غريبة برضو عمر كمال عبد الواحد كنا متخوفين من يلعب باكرايت لما لعب في الامم الافريقية كان ممتاز واكتر من ممتاز يعني كان من الناس المجيدين مع محمد عبد المنعم مع الوينش مع الشناوي في البطولة كلها جينات فجئنا هنا عمر جابر ماشي عمر يعني نقول ايه قدم برا جيدة لانشان نقول كان سايق في القائرة ولكن الفكرة طب ليه انا استبعدت عمر كمال خالص من حساباتي رغم انه هو كان نمر واحد في كل بطولة افريقيا حتى في التغييرة لما تلع عمر جابر مصاب نزل امام عشور رغم انه طبعا لا ننكر انه امام عشور من الناس طبعا دي تويت يا كابتل وسامو حيب تتكلم دي تويت كاروس كيروش طبعا يعني الحلم انتهى خلاص يعني طبعا هو بيتكلم زي ما قلت لحضراتكم عن ان الحلم انتهى وانه بيشكر الجميع ومن كل قلبي بشكركم واننا عملت شغل كويس واتحاد المصري وخدت شرف تدريب منتخب مصر اللي هي وسعيد بالمجموعة اللي انا اشتغلت فيها معايا وفي الاخر كاتب ان انا يعني تقولوا جيبش جيبش انفاني انا بتمنى لكم التوفيق في المستقبل اه ما نخطط بقى في المستقبل نعم ما يقعد ويخطط بتاربع سنين مش بتاعتنا هو الرجل دلوقتي خلاص نفسنا مرة نشتعل اربع سنين قدام مزبوط نفسنا مرة زي نيجيريا زي كودفوار زي كاميرون زي السنغال ثمان سنين ولا سبع سنين سنين بيكفحوا بيضخبطوا ويوصلوا فاينال ويطلعوا وينزلوا احنا نفسنا لأربع سنين من دلوقتي ها يلا نتعاك اتعاك كرة لسه بزا نشتغل بقى لأربع سنين وننسى هارد لك مرتين الامكانيات اللي عندنا دي يا كابتن ما توصلناش فاينال وصلنا فاينال مرة وصلنا فاينال مرتين صح وبالشكل بتاع كيروش انا مقدرش يعني اقول عليه مداريب كأس ولا وحش انما مش فهم الوقت ده الوقت اللي جيه فيه ده اسلام يعني صعب جد صعب جد انك انت تدي واحد تقوله كود السفينة عايزة قبل ما اجيلك كابتن اسامة منتخب تونو الصعد الى كأس العالم بالتعادل السلبي مع المنتخب المالي وكان هو كاسبان في مالي واحد سفر وبذلك يتأهل المنتخب التونسي الى كأس العالم في قطر الفين اتنين وعشرين ايضا المنتخب المغربي انتهت المباريات دي بالفعل كسب المنتخب المنتخب الكنغو الديمقراطية اربعة واحد وبالتالي تأهل رسميا الى كأس العالم قطر اتنين وعشرين ايضا المنتخب الجزائري كوبر اه المنتخب الجزائري ومنتخب الكاميرون منتخب الجزائري هزم في المباراة تانية. واحد سفر. هو كان كسبان هناك واحد سفر. وبالتالي في الوقت فيه اكستراطايم ما بين المنتخب الجزائري والمنتخب الكاميروني في الجزائر. موقف صعب قوي للجزائر على أرضها. تونس تتعادل وتصل. سبحان الله وتكسب هناك واحد سفر. البقين عادي. لأن نتائجهم الأربعة في رأي اللي كانوا بلعبوا بره ملعبهم. كانت إيجابية. يعني الجزائر كسب بره. تونس كسبت بره. المغرب تعادل بره. فكان متوقع أنهم يكسب. بس الأكبر مفاجأة دلوقتي إن الجزائر مغلوبة على ملعبهم. تونس يا كابتن. يعني أنا بيقولولي. رفرقت على الماتش الأولاني. تونس في الماتش الأولاني الجن داخل الجهل. بيرجع الكرة داخل الجهل. ومرحوش الماتش ده برضه. يعني التسعين ديها برضه. المنتخب مالي هو اللي مزيب الكرة. احنا حظنا أننا لعبنا منتخب. أنا بعتبره أقوى منتخب في العشر منتخبات. في الفترة الحالية. بأمانة يعني. فيما يخص بقى المباراة نفسها النهاردة. فبال. احنا الشوط الأولاني كنت مرتبط جدا. هم كانوا أقوى وجابوا جن في البداية. بصفة عامة. يعني كان فيه نجوم في اللقاء. زي الشناوي طبعا. أبو الفتوح. ياسر إبراهيم. حمد فتحي لما لعب 3-5-2. لما رجع وراء. ترزيجيح حاول كتير. وطبعا زيزو لما نزل. دول أكتر يمكن ناس. يعني حاولوا. وإمام عشور أيضا. لما نزل ناحية الجنب اليمين. ودول جامل. وردو الكرة التانية بيأخذها كلها. ماشي. لكن يعني دول تقريبا أبرز الناس. الشوط التاني. أنت تحسن أدائك. بقى عندك ثقة في نفسك. رحت بكرتين لزيزو. لكن هم أيضا راحوا بكور كتيرة. سواء في الشوط الأولاني. أو في الشوط التالت والرابع. فهي المباركة رايحة جاية. بس إحنا ما كانش لنا أن يب حقيقية. في التلت الأخير. يعني النهاردة زي ما أنت قلت. صلاح ما كانش في الحالة بتاعته. مرموش كان معيش. زي ما أنا قلت. حالك شايف أنه كان في حالك. ألا. ما أنا بقول لك. طبعا ما كانش في حالته. مرموش. بيكملش الهجمة بيكملش. مرموش برضو كان بلعب في ناحية الجنب اليمين. ما كانش ليه إنتاج هجومي ولا أدفاعي. تريزيجي اللي كان بيحاول. لكن ما فيش خطورة كبيرة على المرمى. لكن كان بيحاول. الجبهة بتاعت الشمال بالذات. الحد كبير. رغم أن كان عليها ضغط. لكن برضو أبو الفتوح هجم كتير النهاردة. كان هايل. ومع تريزيجي. ولما نزل زيزو برضو هي الجبهة دي اللي كانت فيها حركة. فإلى حد ما في ناس. يعني المعظم بزل جهد. لكن في مجمل اللقاء. أنت ما كنتش الأفضل. هم اللي كانوا الأفضل. بس هو الناس زعلت ليه. لأنك أنت وصلت لضربات الجزاء. يعني وصلت للنقطة الممكن وممكن. بس دي فيها توفيق. يعني أنا شايف أن ضربات الجزاء بالذات. حظ. بيبقى فيها توفيق. لأنهم ضيقوا حول كرة وانت تضيق. وانهم ضيقوا وانت تضيق. فهي فيها توفيق شوية. لكن. يعني أنك توصل لواحد صفر قاتل مئة وعشرين دي. دي حاجة جيدة كلقاء. لكن في مجمل اللقاء. هم كانوا أكتر. وهم فرصهم كانت أكتر. زي ما أنت قلت النهاردة. هو عمل أكتر من تغيير السنغال. لعب ساديو مانيه في الداخل. بعد دي. في الداخل يعني لعب أربعة أربعة أتنين. ودى سماعيل صار يمين. ولعب بونصار اللي هو كان باك يمين. لعبه جناح يمين. ولعب سيسي اللي النهاردة كان هايل. عكس المباراة القائرة للباك الشمال. وغير تغيير كتير جد. يوسف سابالي لعب باك يمين. لأنه هو مدافع قوي. يعني كان قوي وعمل شغل كويس. فهي المباراة كانت رايحة جاية. ولكن كانت في اتجاه السنغال أكتر. باستثناء في 25 دقيقة. في الشوت الثاني. أدناها بشكل كويس قوي. مع تغييرات مصطفى محمد وزيزو. وكانت دونجة في نص الملعب ما كان النيني. ومصطفى محمد رأس حربة. وزيزو ناحية الشمال. زيزو عمل شغل كويس من ناحية الشمال. مع أبو الفتوح وجاتل وفرصتين حظ وحش فيهم. لكن هارد لك يعني. هارد لك. كابتن عادل المنتخب. عايز أسمع وجهة نظرك في النقطة. هل يكمل كارلوس كيروش مهمته؟ أو يبدأ مهمة جديدة بمشروع خلال الأربع سنوات. اللي قالهم الكابتن شريف عبد المنع. ولا حالك شايفين؟ شكرا كارلوس كيروش من وجهة نظرك. ويكمل حد آخر. أو يجي حد آخر سواء مصري أو أجنبي. أنا مش عايز أستفز الناس. هو يعني كارلوس أنا من ستة شهور. اللي هو بيعمله. شايفه؟ أنا دارستدريب. أي من عشان كامس ألك. فأنا شايف أن الراجل ده علشان يخطط لأربع سنين. هو في خلال ستة شهور. معرفش يخطط للستة شهور دول. اللي هم يودون كاس عالك. ما اخترش الكفاءات اللي هي. رايح البطولة العربية. أخذ منتخب أولومبي. أخذ أي حد. رايح أمم أفريقيا. أخذ الناس اللي هي. بحيث أننا ما بقاش في نتشين السنغال. أبقى مرهق. محمد صلاح مش قادر يقف. بيطلع من ليبر بول. على أفريقيا. على السنغال. مع الضغوط. مع الصفر. الساديو ما ليه كده كابتن مردو. يعني ما ساديو ما ليه نفسه بالزبط. ساديو ما ليه. لكن كويس بصراحة. بس برضو إنتاجه. ساديو ما ليه برضو. صح وجهة نزل. ساديو ما ليه برضو. النهاردة ما أداء. يعني آه جهد. لكن ما فيش الخطورة اللي بيلعبها. النهاردة ما كانش كويس غير هناك صح. غير مباراتنا. فأنا عشان أخطط لكاس عالم. لابد أن أنا كان فيه ضغط إعلامي عليه. بطولة العربية. أم أفريقيا نازل تأخذها. مش عارف إيه. هو استجاب للضغوط دي. فتروح لكاس عالم. تلاقي نفسك. بتختار لعيبة بطريقة عشوائية. بتلاعب الناس. يعني دونجا أنت. ما كنتش فاقده. ما حدش فاهم. زي ما كان بيلعب مصطفى محمد بيلعب وونجرايت. برضو في بطولة أفريقيا. كان بيلعب مصطفى محمد وونجرايت. وكان بيلعب صلاح راس حربة. يعني فطبعا عملية الأخطاء القاتلة ديت مع عدم التحضير. أنا برضو علشان رامي ماروز زام. النادي بقالي واخد أجازة. فأنا باخده وهو. متمرنش. طب يعني أنا مفروض الجهاز حتى. يعني أنت بتش عارف إن أنت الراجل دا جاي من أجازة. طب يعني. فطبعا دي حاجات كلها. شعر بسرعة. ما قلش إنها ضربات جزاء حظ. لأ اللعيبة قدت اللي عليها مية في المية. الجانب الفني أكد ما كانش موجود. أنا عايز حضرتك. كل الزمل اللي موجودين. مفروض المدرب. وهو بيشتغل في التدريب. بيحفظ اللعيبة بتاعته جمعين. قولي على جملة واحدة النهاردة بتتعمل. جملة واحدة توصلني. إن أنا أشكل خطورة. يعني كلها حاجات فردية. يعني يزيزي ياخد من ناحية الشمال. وبعدين يموه. وبعدين يدخل للداخل. وبعدين إيما يرفع. إيما يشوت. دي حاجة فردية. إنما الحاجات الجملة اللي بتبدأ من تحت. من عند الشرناوي. لمنع. لكمال. دا لو بيلعبوا يعني حاجة تقصوا. الجمل دي. أي مدد جوزيكا مش كان بيحفظ جمل. تلاقي الماتش عبارة عن خمس ست جمل. وهم متكررين. يعني موسيماني. يعني النهاردة لو موسيماني في الماتش ده. لازم يكسب. لازم يكسب لأنه راجل. مش من النوع المنفعل. المنفعل بتاعه. اللي بره الملعب. منعكس على اللعيبة. أنا لما أكون متوتر طول المباراة. بينعكس على اللعيبة. بينعكس على اللعيبة. النهاردة أي صفار اللي حكم. الكل بيشوح. والكل رايح يجر عليه. ومش الماتش ده بس. حتى في البطولة العربية. في البطولة العربية بعتوله. قالوا له. يعني يحزوا مصر جدا. يحبوا مصر جدا. قلوا من فضلك. يهدى شوية على الحكام. علشان إحنا ما يصحش إن الحاجة دي تتعامل مدير فني بحجم دولة مصر. برضو على طول في كل مباراة. الانفعال ده بيأثر على اللعيبة. فتبص تلاقي إنني مفاعل جدا. محمد صلاح في كل كرة بيروح يكلم الحكم. طبعا أنت تركيزك هيتقى فيه. أنت مفروض تركز. إنك أنت أروح كاس عالم. عن طريق أجيب جول. الجول ده. كم جول إحنا جدناهم في التصفيات أو في أجوال قليلة جدا. التلت الأخران يا كابتل ما بنوصل شيء بجملة. ما فيش خطورة. يبقى إذن حضرتك من الواضح أن أنت كده مش معنا كاروس كمشيك. يعني اسأل لي حد في الشارع. أنا من وجهة نظري أنا من وجهة نظري إنه لابد تحد الكرة مالوز زنبي طبعا في الموضوع بتاع هو وجهه ووقف وسنده جدا. وعمله كل اللي هو عايزه. لكن أنا باخد برضو على الجهاز الفني المعاون إن أنا كان برضو ممكن أوضح أنا واخد خمسة وعشرين لعيب من البداية أنهي بيهم ماتش السنغال. دي يعني حاجة لا مفر منها. وبعدين يبقى فيه لاربع سنين اللي جايين إن شاء الله بعون الله يبقى فيه تخطيط والتخطيط ده يبقى ناس شايفاه وعرفاه. بالزبط. أنا يا كابتل هاجة ألعب فرنسا كمان شهرين. يبقى الكلام ده محطوط في الأجندة بتاعة المدير الفني اللي جاي. فيه مدير فني للاتحاد ده تعالى أنت هتقعد هتختار هنتهي عقده بالمناسبة نيلو فنجادة آخر الشهر ده مدير الرياضي أو مدير الفني اللي موجود في الاتحاد يعني يختار بعناية عشان لما يجي اختار مدير فني اختاره بعناية عنده نظام احنا شفنا كابتل شريف وكابتل أسامة الراجل بتاع السعودية رينارد عمل كاس عالم مغرب طول اللي فاتت السنة دي كاس عالم وكودفوار برضو قبل كده وكودفوار وزنبيا اعتقد والنهارده السعودية وصل لكاس عالم ولسه فيه ماتشان فيه ماتشين وصل لكاس عالم ده الراجل كان بيأخذ عشر تلاف دولار وبدايته كنت دايما بقول الراجل ده مدرب على أعلى مستوى هو لسه بيبتدي او خطوة يعني وجهة نظري ان هو كان بيقدم أوراق اعتماده وبيدرب المنتخبات فالشخصية الكاريزمة الشخصية القوية وبعدين ما فيش انفعال لعبة الكرة القدم لعبة هدية فيها هدوء مع حماس عشان عرف افكر عشان عرف افكر النهارده كل الولاد متوترين العضلات في ضربات الجزائي يا كابتل لو انا متوتر هخش عشان محمد صلاح عمر ما ضربات الجزائي اللي حاجات نادرة نتيجة التوتر الموجود سواء من الجمهور زي ما حرق قلت او نتيجة الانفعال طول الماتش فيه ضرب من هنا وضرب من هنا والحكم احيانا ما كانش بيحمل هنا ولا هنا فالأمور دي كلها لابد يبقى فيه نظرة والناس اللي بتعكورة يعودوا مع طوال الاتحادي تعمل كده ورشة الورشة دي ايه رأيكم المدير الفني اللي جاي يبقى مواصفات واحد اثنين ثلاثة كلنا وقفين معا الجهاز الفني اللي هيختاره يبقى يختار بعناية مش تعال خد عادل وخد فلان وخد فلان لا يجي بالجهاز بتاعه بالكامل سواء مصري او اجنبي طيب هنكمل كلامنا ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا معانكم من الكبار كابتن شريف قبل برضو ما روح للأهلي ونتكلم عن الأهلي أنا عايزة عرف رأيك عن استمرار كيروش مع استمرار كيروش ولا لا 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 واضحة صريحة طبعا اوكي روس انت عايز مدرب ألماني مش معا لا يشاركه غير أدواته اللي هو عايزة عايزة شكل القوة البدنية الأعمار السنية اللي احنا بنتكلم بقى على الشكل احترافي من زي كيروش لما يجي قالك هم فين المحترفين اللي عندك ههم هاتهم وروني كده الدوري بتعمله في ايه هاتوا واحد اتنين ونجربهم هنا شوية ونننساهم ويرجع تاني الناس المقولة وتفضل تتكلم في كوكا وتفضل تتكلم في صفى محمد لعب كويس او ملعبش كويس موجود مرموش حالته كويسة او بدنيا او متعورة موجود هو فيه ناس بتعتمد على سما شرى العبد ولا تربيته اوكي انا هم دول اللي عندك انا هاتم ايه صلاح ايه الاخبار امين كويس هنا متاعه يساعدوا صلاح بكلمتين بتوجيهات ماعرفشي يحطوا الافكار مع بعض ينموا لشكل كانت وصلة وكانت الحكاية تمام التمام وكسبت واحد سفر في مصر وكنت بتتمنى انك انت الجن اللي يدخل فيك النهاردة في اول ديتين دا يتأخر شوية وتروح للملعب تقدر انت تخش والجاري طول مال سفر سفر عندك شخصية بس واحد سفر كأنها سفر سفر خلي بالك ما هي واحد سفر خليتك برضو تنشأ بالكورة البدنية تعرف يا كابتن اتنين سفر كمان كأنها برضو سفر سفر يعني سفر سفر تقول خلاص نعم دا لقدت تقول خلاص ما هو دا اللي أنا بقوله ان الجن دا ليه يوترك دا انت سفر سفر واحد سفر اتنين سفر كأنها سفر سفر طيب عشان ارد على سؤالك هو وطر الشعب المصري يكونه من ساعة ما جاء أنا توترت على فكرة ما أنا فاهم بس يعني أنا برضو هو هو مدرب وكل حاجة ما كانش معاه وقت كافي لو يمسك اي منتخب حالك تتكلم ربع سنية اي منتخب هو ما كانش معاه وقته كافي يمسك اي منتخب الرجل تمام لما جاء اقصاء مدرب شغال وكلام من ده ومعرف شي انا ما بحبهاش يجي ناس سوشيال ميديا تقطع في حد تمشي ومعاه لعيبة نبص نلاقي اللعيبة كلها اللي موجودة ما بيتش موجودة يعني فرقة شوق غريبة اللي كذبت بطولة افراكة دي أنا كنت تفاكر انه حيحصل شكل يعني عبديت للموضوع ويكملوا بتاعها وياخدوهم اكرم توفيق وفتوح والناس كلها كانت بس في عناصر فيهم كتير برضو دخلت دخلت يعني اكرم وابو الفتوح ومشطافة انا عزي على الفيوتشر يعني على المستقبل ان انا خلاص ربنا بديني ساعات طريق كده يناورهولي واخد بطول افريكا وروح كس عالم ويطلع معي الشناوي صلاح لعب في كس عالم ده اه لعب اه طبعا اه لعب اللي فات اه كس عالم اه لعب خدت بالك ايه روح معي كس العالم صلاح هو المساعدنا والتنمية خدت بالك لأ انا بكلم على بتاع الثلاثة عشرين سنة لا 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 كانش موجود كانش موجود فكان الفريق ده مكمل بي صلاح يعني بعد كده نكمل بصلاح نكمل بشا يعتمد على الشباب ايه بنا هم يا كابتن اشترك عارف ان هكذا بنعبوا بمين الشناوي باكرايت اكرم باك لفت فتوح باك لفت فتوح الاتنين السندباكين حجازي و الوينش بس كانوا كبار بس واخدهم هو كابتن كانشوي مستعين بيهم اه اه وسط الملعب المجموعة اللي كانت مفيش النني اكرم توفيق اكرم طقاء مفيش النني مكانش في النني مكانش في عمار كان بيلعب كان عمار احتياطي كان عمار اصطفى محمد راسحاربا ايوة احمد ياسر ريان طرق و اه اه رمضان صبح و مرموش اه مخدش مرموش رمضان صبحي رمضان صبحي انا 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 عايز بقى اسلام الفرقة دي امراهيم عادل بقى يبقى موجود في فترة اللي جاية اعايز هدول اللي انا بدهور عليهم بقى اللي قدام انا يعني او الشكل يعني عليك مش مع ان كروش يكامل لا لا خالص كمستري بتاعتك ككروش اعلى مننا شوية احنا مش فاسبنا احنا مش قادرين كجمور خلتنا خلت جمور لعيبة ومدربين اوكي يعني خلتنا نشاركك في الحكاية كلنا فما ما افتكرش ان ده فيه نقطة فنية تيم السنغال بيملك قلبي دفاع طوال جدا اه خذها الارض لا انا محمد شريف الماتش ده بتاع الماتش ده بتاع محمد شريف ده حركة حتى في الحركة والمروغة وبيستلم وبيدور 180 ويحطها في البعيدة ده ماتش محمد شريف مش ماتش مصطفى محمد ما احترام من مصطفى مصطفى كرات العالية والسنة تيم زي ده سلية يشتغل مع حمدي يشتغل مع محمد صراح يشتغل مع محمد صراح لتجول ما قافش قاعد بر كلنا قلنا قافش يعني قافش قاعد لو انت عايز تهدي سرعة اي راج الحيندي شغال لحضريتك في سرعتك ايه حجم التعادتهم على ده وخدتم جاملة طب خدتوا ليه ده ده الوعيب الوحيد في رونس الملقى عسما الشايف وكاشف ويبعثني على الجول انا ساعد لا هو واضح ساعد هو انه يبعثوا عنده ملكة ما كانش واضح لما فيه مش قناع عنه طب حالك معا كيلوش يكمل يا كابتن عسما ولا لا لا هو يعني هو خد فرصة طبعا وهو كان بيراهن على كاس العالم يعني حتى بطولة العرب قالك انا بعد لكاس العالم لا لا لكاس العالم صح صح لا افريقيا لو لا الضغط الجماهيري والاعلامي ان احنا مصر ولازم يعني ابتدى يهتم او بافريقيا كان برضو لما بيتكلم بيتكلم على كاس العالم صح فهو دلوقتي المهمة اللي هو جايليها هو خرج منها صحيح خرجنا بدربات الجزاء ودي بيبقى فيها نسبيا توفيق رغم أنا قناعة الشخصية ان في مجمل الماتشين السنغال كان متفوقا يعني في مجمل الماتشين بالاداء بالفرص سنغال كان اقرب للوصول صحيح موصلوا بالدربات الجزاء لكن دي حقيقة يعني صحيح انت دخل ماتش افريقيا في بطولة افريقيا جبت اربعة جوال اي فاتبعك ودخل فيك كامبول اي فانت فيك جوليه اه يعني انت كل الوقت ده بقى اننا 8 سنين مش عارفين نعمل سترايكر اه انت بتلعب مصر مش عارفين نعمل سترايكر بطولة افريقيا كل التركيز في الناحية الهجومية على محمد صلاح النهاردة يعني لو لا ان زيزو عمل كورتلا ما نزل الناحية الشمال كل التركيز على محمد صلاح محمد صلاح مش موفق انت ملكش مش حاسس انك هتجيب جون يعني مش حاسس ان انت هتجيب جون فما فيش شك انو اخد فرصة في ثلاث بطولات ولكن هي الفكرة مين اللي هيجي يعني هي دي الفكرة مين اللي هيجي فهي دي لازم المقارنة اللي تحصل ودي بقى اتحاد الكورة يجب يقعد ويفكر ويشوف مهانة ما ماشيش كاروس كلهش واجب حد اقل منه فهي دي الفكرة مين اللي هيقدر يمسك الفترة الجاية فلازم بقى فيه استراتيجية واضحة لاتحاد الكورة هو ده كبت دي انا بنطالب به ان يكون هناك استراتيجية واضحة لما هو قادم فقط قولينا واحد من ثلاث حتة اقل في التدريب يعني حتة اننا هجيب واحد اقل من كوروش بقاله بيدرب بقاله فترة كبيرة الكامياء بتاعته مع التيم بتاع مصر مش ماشي اه ماشي صح فانا اجيب حد مدرب على كفاءة عالية في سن معقول وعنده خبرات كابت ان انا اقصد ما انا معاك انا اقصد ان كفاءة عالية مروحش هستعجل واجيب اي حاج عشان اعدي الناس القرار كان فردي مكانش مجلس ادارة ايوا يعني كان لجنة بتدير واختار عن طريق فنجادا ورقاءة بالدير اجنبي ولا مصري ايا كان ايا كان مصري او اجنبي بس انت تجيب راجل انت حس بالفترة دي تجيب مصري اجنبي عربي وفي مدربين عربي لا عربي ليه ما في مصريين كفاءة بقى واجيب عربي واجيب عربي ليه اي اجنبي مصري تتخيل مدرب مصري ولا مدرب اجنبي انا معاك كفاءة احنا كده عدينا كابتن اسلام انا بقول لا انا بص بس على اصل الكلام اللي عايله وكانه سكروش في المؤتمر الصحفي يعني هو تقريبا تقريبا يعني بناء على الكلام اللي انا بأراضي الوقت ده تقريبا هو قدم استقالة يعني او مش قدم استقالة يعني قالك يا جماعة مصري لازم تبتدي مش احنا قالك مصري لازم تبتدي هو كان الفترة فيه يقولك ايه احنا دلوقتي قالك مصري لازم تبتدي ولانه عقده انتهى بالنهاردة اه بالزبط تجاهز لما هو قادم او لكاس العالم القادمة في الفترة اللي جاي او من دلوقتي في الاربع سنين اللي جاي زي ما كنت عايق بتتكلم دلوقتي يعني بيتكلم على ان هو استمتع بالشغل خلال الست شهور اللي فاتوا فيعني الراجل بيقول ايه شكرا يعني انا ماشي خلاص انا بس لشان كده بقرأ اللي بتاع فضلك كابتل عام انا مع كابتل شريف انه فيه اختيار المدرب فيه مدارس تنفعنا جدا في مصر يقيم مصري ويبقى عنده خبرات وبيشتغل بعين جيدة ومعه جهاز فني على اعلى مستوى جهاز فني مش معناه انه انا يبقى معايا ثلاث اربع لعبة قدام قاعدين معايا لا الجهاز بيبقى فيه مساعد والمساعد ده ليه صلاحيات وليه رؤية معينة بسخ فيه جدا ومش بعيد قوي ممكن يبقى ععلى مني في الجانب التكتيكي يعني انا استعين به في الجانب التكتيكي لانا هلعب بالشكل الفلاني يبقى هو بيساعدني لانه هو قاعد بيوجهش انا اللي بقوم اواجه زي ما قال الكابتل شريف المدرسة الالماني عنده من النظام ده والنمرتنين الفرنسي المدرسة الفرنسية متقدمين جدا واخدين كاس عالم عندهم مداربين ريناردو ده فرنسي متقدمين جدا في الكورة وشوف على طول حتى على مستوى السيدات او البنات في الكورة متقدمين جدا المدرسة ده في الالمان والفرنسي والجماعة المدرسة الفرنسية اعتقد تناسبنا جدا برشح المصر سم الألماني سم الفرنسي هنتلع فاصل أخير وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم أكتر عن النادي الأهلي ومهمة قومية أخرى هنكون نتكلم عن مهمة قومية خلال الأسبوع اللي فات بالكامل بتدعم من يوم الجمعة لغاية النهاردة ولكن عندنا جماعة مهمة أيضا يوم الحد القادم مهمة قومية استكمال النادي الأهلي بطولة الأفريقية بطولة الدولة الأفريقية وأصبح الممثل الوحيد حتى الآن في هذه البطولة لو كسبنا إن شاء الله وصعدنا إلى الدور القادم هبقى النادي الأهلي هو الممثل الوحيد لكرة القدم المصرية في هذه البطولة نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع ناخد رأيي كابتننا الكبار أهلا وسهلا بحضراتكم مر أخرى عزائي المشاهدين كابتن شريف عايز برضو أسأل حضرتك عن الأهلي عندنا مباراة يوم الحد القادم والجيلة من يوم السبت والحد أعتقد أن ده في مصلحة الفريق عندك سبع لاعبين فشناوي عمر السلية حمدي فتحي عيمن أشرف ياسر إبراهيم أفشة رمي ربيعة عندك سبع لاعبين هتخرجهم إزاي من حالة الأحباط اللي موجودة في الآخر منتخب بلد خرج ورمي يصل إلى كاس العالم قبل المباراة مهمة جدا ولازم تكسب فيها بص حقولك على حاجة نفسيا وشكلا وموضوعا إحنا عندنا إدارة تقدر تحتوي أي مشكلة بنجد اللاعبين ويبعضوا معهم وبتحصل لنا كتير بتحصل لنا وإحنا كسبانين وبتحصل لنا وإحنا مغلوبين في عدم توفيع فالأهم 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 أنا داخل دلوقتي يعني المباراة دي مكسب أوتعادلة على الأقل فإسلوب الشكل والمدير الفني والإدارة ومفشي بتاخد اللعيبة في تاكتيكس وحاجات كده وبتأهلها وبشوفوا مين الفيزيكل بتاعه كمان اللي هو يقدر يخش المباراة لأنه مش شار طويل برضا مدرس سعيد أخد واحد الحمد فاتحي مثلا تعبان جدا وأبتدي به مثلا وممكن في ديانج وفي والسلية مثلا وفي معلول لابلك تعبين بحض جاي برضو لازم لعبة دي أهويها برضو لغاية اليومين التالي اللي حيوجو فيهم دول ما يبقاش فيه سترس عليه إذا كان بدنيا أو زهنية أو أي حاجة وأعتقد أن الحكاية شكلها احترافي شوية فيه ناس محترفين يقدروا فيه مساعدين يقدروا يتكلم فيه وخلاص إحنا بنيجي كلعيبة دلوقتي بنقبل أو لا هو ده الوضع اللي قدامنا هارب لك إحنا خارجين بدربات جزائي يعني ما تغلبناش ثلاثة أربعة في السنغال فدي أنا اللي هميني أهم حاجة دلوقتي الحالة البدنية بتاع تلعيبتي ما يبويش لعيبة عندي متعور هو ده اللي أنا هاخد بي ماتش صعب قدام فرقة عندها فكرة عن الكورة وبتتحرك كويس قوي بس ما عندهمش هلال السوداني الفينيشينج اللي يخليك تقلع منهم بيجوا عند حتة اللمسة الأخيرة وبيبقى فيه برضو أنت اشتراكك معهم صعوباته ده يخليك أن أنت محتاج لعيبة تده تجري يعني يبقى قفشة مثلا ليه دور ديانج ليه دور محمد شريف موجود بتبني بقى جنبه أحمد عبدالقادر يعني الحمد لله النادي الأهلي عنده وفرة من اللاعبين اللي قدروا خلال أنا أحمد عبدالقادر ده كان ممكن يبقى موجود أنه عرضه يعمل يلا قفشة خلاص خلاص أنا قاعد أندي على قفشة بقول له سخن أنت مجشد عبيعين أنت مجشد سخن ولعب فإن شاء الله عنده وفرة من الشباب ومن اللاعبة الكويسة قوي المهتمين أنهما يكونوا يعدوا الدور ده بإذن الله وكل سنة بتبقى كده يعني دايما بدي نمزلناها شوية وبناخد البطولة بعد كده بإذن الله كابتن أسامة لا ماتش هيبقى طبعا أكيد صعب لكن النادي الأهلي خبرات لعبته ونهارده فيهم أربعة خمسة بلعبه في المنتخب ضد واحد من أحسن منتخبات في إفريقيا زي كابتن شريف قال بس هي حتة الاستشفى دي والحتة كمان النفسية نحن نخرجهم من الزعل اللي هيكون عشان خرجوا من كاس العالم لكن هي كرة القدم كده في العالم كله ده بيحصل وشوفنا المنتخب الإيطالي كمان ليسا طالع من مقدونيا فده بيحصل في العالم بس برطولة كسبة مقدونيا كزبو خلاص آه يعني كزبو اثنين كان اثنين صفر مع روش بقى كمبير خلاص البرتغال طبعا أقوى كريستيانو كامبرونو اللي جاب الجن الأولاني مش فكر من الجن فضل فلازم بقى خلاص نقفل صفحة كاس العالم ويخرجوا من الموضوع ده لأنهم مؤثرين جدا من أول شناوي حمدي سلية آيمان أزرف ياسر ياسر رامي أفشا يعني سبعة تمانية بلعب لازم يخرجوا من الحتة يعني يتعالجوا نفسي أو يعني يتكلم معهم الجهاز بشكل كويس قبل التدريب لأنهم مش يعني لو خدوا أربعة يام واتمرنوا بس يوم اللي قبل المتش خفيف هاي مجاهزين يعني ده اللعب وعدد ماتشات غير طبيعي كبير جدا في الفترة اللي فات خبراتنا أكبر ما تشف ملعبنا لكن طبعا نحترم فرقة الليل بس ان شاء الله قادرين نحن نتخطاهم يعني كابتن عائد وفي كذا حاجة أول حاجة مطمئ للناس أن اللعبة النادي دايما بتفصل أنا خلصت دوري بخش على أفريقيا بخش على كاس عالم عندها برجع تاني لدوري بروح كاس عالم تصفيان كاس عالم فالميزة يعني الجزائر هدف في الديام 118 يا الحمد لله في الديام 118 طبعا خلاص 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 لازم يجيبوا جني لا جني واحد برضو بس يعني بنسبة كبيرة يعني الجزائر انتهى الماتش سواني يعني على نهاية أول ما تخلص أقولولي يا شيء تفضل لك جدا وطبيعتنا ان احنا بنفصل في البطولات ودي حاجة ما تربيين عليه الجانب الآخر كابتن محمود مع الجهاز الفني هيبقى لي دور الكابتن محمود ان هو أومر اللعيبة تحبه جدا وبتتصق فيه في حتة الجانب النفسي ان انا مع الجهاز الفني طبعا يبقى فيه نوع من الهدوء شوية ما فيش تدريب ليهم الـ 3-4 ايام دول يعني كله نفسي بس كله كله نفسي وانا بعوض بقى كاس عالم بالـ 11 بطولة رقم 11 اللي تحط في بيزن الله في العمود اللي كده هيبقى موجود في النادي ان شاء الله الجهاز الفني عليه دور مهم جدا ان انا الولاد دول موجودين ويبقى دل البديل انا مجهزه انا بحي جدا مسيمان على الاجهازة اللي هده اللعيبة لان اللعيبة انا شفتهم في التمرين من خلال قناة الاهلي شايفهم وما بقدوا اداء بدني عالي جدا قوي جدا اللي انا بشوفه انه الجانب النفسي والبدني والفصل بين البطولات دي عملية هتبقى في صالحنا يعوض الخروج ان انا اكمل في كاس عالم عندي كاس عالم اندية من خلال البطولة الحداشر التي هتوصل من كاس عالم تاني الجيل ده جيل محترم وقادر ان هو يفصل بين البطولات وبإذن الله الماتش اللي جاي هنكسبه ونكسبه بسكور عالي بإذن الله لانه الدوافع عندنا واللي متربين عليها في النادي الاهلي دوافع مش موجودة عند اي انسان في العالم يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في المباراة القادمة وان شاء الله زي ما قلت لحضراتكم هنقفل صفحة المنتخب الوطني وحنقفل صفحة خلاص لم نصعد الى كأس العالم اصبح الامر واقع اللي جاي بقى ايه اللي جاي هنركز طبعا كل ترجزنا يعود مرة اخرى للنادي الاهلي وان شاء الله يكون له دور في عودة البسمة لكل الجمهور المصر بداية من يوم الحد القادم بشكر حضرتك شكرا جزيلا انا كابتن عادل شكرا جزيلا انا كابتن شريف شكرا جزيلا انا كابتن سامة بشكر حضرتكم شكرا جزيلا ان شاء الله لتقي مع حضرتكم بكرة وحلقة نهاية الاسبوع من البيت الكبير اشوفكم بكرة على خير إن شاء الله.